لم تكن أم أحمد تعلم أن أبنائها الأربعة سيحرمون من تصريح العمل ومضلة التأمين الصحي ورخصة القيادة بسبب زواجها من مصري الجنسية قبل أكثر من عشرين عاما يأتي ذلك بسبب عدم دخول قرار الحكومة بتقديم مزايا خدمية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة الصحة لسه زي ما هي مندفع فلوس عادي يعني كأنه واحد غريب لأنه إحنا ما معنا تأمينات طبعا أما يشتغل وتجي لوزارة العمل أو تجي الشرطة أو يروح متخبه أو يداروه حرام طبعا ابن الأردني اللي لازم يأخذ حقوقه نفسه نفسه الأردني نفسه وعلى مقربة من رئاسة الوزراء الأردنية صدحت حناجر الأمهات والأبناء بكلمة أمي أردنية وجنسيتها حق لي للمطالبة بحقوقهم المدنية التي أقرها قانون المزايا كالتعليم المجاني ورخص القيادة والتأمين الصحي وتصريح الإقامة والعمل والتملك والاستثمار والتي تعذر الحصول عليها على حد قولهم في سن للتجنيد إحنا في مصر ما بزبط جد جوازك إلا من مصر تنزل على مصر تخدم جيش طب إحنا ما قلنا حدر مصر وين نروح بمصر نخدم جيش أنا مولود بالأردن وانتمائي أردني وأهلي وعائلتي وكل بلدنا هون كيف بنا ننزل على مصر بطاقة تعريفية غير هيك ما يعطونا ولا إشي لا مزايا ولا إشي روح تقدم للرخصة قالوا لازم يطلع تصريع عمل طب أنا ما بشتغل منذ يطلع لتصريع عمل مديرية الأحوال المدنية والجوازات الأردنية باشرت اليوم بإصدار 56 ألف بطاقة تعريفية لأبناء الأردنيات المتزوجات بأجانب والتي من شأنها تذليل العقبات التي يواجهونها في الحصول على المزايا الستة التي أقرها القانون العدد الذي قدم إلينا وحصل على الموافقة 56 ألف و700 شخص يستفيد تحت هذه المظلة جرد إعطاء ابن الأردنية بطاقة تحمل اسمه فهي محتوى ومضمون وشكل يعني تثبت شخصيته قد تكون مفيدة له عند مراجعة الدواء الحكومية وأيضا إضافة للمزايا الستة التي أعلن عنها ورغم إعلان الحكومة عن هذه المزايا تبقى الحالة الجددية في الأردن مستمرة حول مطالبة النساء الأردنيات المتزوجات من أجانب بمنحة جنسية الأردنية لأبنائهن وهو مطلب يبدو صعب المنال حتى الآن بعد عام من إقرار مزايا لأبناء الأردنيات المتزوجات بأجانب لا حقوق مدنية لهؤلاء المعتصمين هنا بسبب عدم تنفيذ ما أقر في نصوص القانون على حد قولهم حيدر العبدالي الحرة عمان